أعقدت هيئة علماء المسلمين اللقاء التقييمي السنوي لأعمال ونشاطات أقسام الهيئة وفروعها واستعرض الشيخ الدكتور مثنى الضاري الأمين العام للهيئة أثناء اللقاء تقييم الأداء العام والسياسة العامة والخطط المستقبلية لإنجاح أعمال ونشاطات أقسام الهيئة وفروعها التقييم هنا هو من الناحية العامة وبناء ما هو على موجود من معطيات من خلال تقارير الأقسام المقدمة شهريا وإلا هناك أمور أخرى لا تخضع للتقييم في هذا الاجتماع وإنما هذه مهمة مجلس الشورى في المؤتمر العام للهيئة وظيفته الأساسية هي تقييم الأداء العام وتنفيذ السياسة العامة واستذكر اللقاء التقييمي السنوي ثبات الهيئة على مواقفها والاستشراف الحقيقي والصحيح للأوضاع وصدق التوجه اللذان كان السبيل لنجاح الهيئة وتوجهاتها في داخل العراق وخارجه من خلال كوادر علمية ودعوية وإعلامية طبعا ليست هناك تقييمات بمعنى محددة جزئيات حالات لهذه تبحث مع مسؤولي الأقسام ونوابهم ولكن لدينا ملاحظات عامة منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي وأكيد كل واحد منكم من حكم المسؤولية وبحكم العمل لديه أيضا بعض الملاحظات على العمل تخص عمله هو شخصيا أو تخص عمل الوحدة أو اللجنة أو القسم أو المكتب اللي يعمل فيه أو لديه بعض تصورات عن الهيئة قد تكون هذه التصورات عامة تحتاج إلى بعض الإيضاحة وخلص اللقاء التقييمي السنوي لأعمال ونشاطات أقسام الهيئة وفروعها إلى محافظة الهيئة على خطها العام على الرغم من الضغوط التي مورست ضد مواقفها الرافضة للاحتلال وحكوماته المتعاقبة ومواقف الهيئة الوطنية والإنسانية في المساعدة الإغاثية للنازحين في المخيمات العراقية ليمنح الدكتور مثنى الضاري الأمين العام للهيئة درعا للقسم الإغاثي في الهيئة لجهوده الكبيرة في هذا المجال اشتركوا في القناة